السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه رب وكلكم تكونوا بخير قبل ما نبدأ الحسة الاول خلونا كلنا نقول بسم الله يا شباب يلا بسم الله نزل بي جي اف للمعاصر لحد ما الكتاب نفسه ينزل ليونت ايد تمام فالناس عمالة تقولي يا ميس هتبدأي امتى شغل فيلا نبدأ ان شاء الله في المنهج بتاع الترمي التاني خلونا نتفق يونت ايد دوت العنوان بتاعه operations on fractions and decimals operations عمليات بقى هو مركز قوي في الoperations دي على الملتبلاي والديفايد ملتبلاي و ايه وديفايد تمام انت معاك الترتيب بتاع الكتاب lesson 1 and 2 modeling division with fraction and whole number modeling fraction division with tape diagram ده المفروض اللي احنا نبدأ به lesson 1 and lesson 2 ولكن النهاردة انا هبدأ معاك الشغل ب lesson 3 الاول هنبدأ المنهج او الترمي التاني بتاعنا ب lesson 3 in unit 8 تمام اللي اميس هنبدأ ب lesson 3 قبل ما نشرح lesson 1 و lesson 2 عشان قبل ما روح اعلمك وقولك تعال اعمل model للديفيجن لازم الاول تكون فاهم الفكرة لازم تكون بتعرف تحسب الديفايد بتاعك من غير ما تعد تعمل models لما تتعلم تعمل الديفايد وتحل المسألة اصلاً نبقى نروح نتعلم الموديل احنا النهاردة هنبدأ الترم بتاعنا ب lesson 3 الاول متفقين connecting fraction multiplication to fraction division ده هدفنا في الحصة النهاردة ان شاء الله هنتعلم ازاي بنتعامل مع fraction multiplication to fraction division تمام ازاي ايه هو الconnect بين division وال multiplication في الفراكشنز هنشوف كل الحالات بتاعت الموضوع ده طبعاً انا واخدى شغل كتير جداً من المعاصر نطلعه بقى بره زي ما انت شايف كده عشان نبدأ نشتغل تمام علاقة طيب بصة معايا كده ركز في الاكزامبل اللي انا عايز اقوله لك هو بيقولك what is half of six apples what is half of six apples وده طبيعي ان الناس هتقول معايا six apples عايز النص بتاعهم يعني three half of six is three صح كده طيب انا جاية بقى اقولك وركز قوي انك لما تشوف كلمة of وهالسؤال بتاعك كده معناه half of six half of six تمام فلما تشوف كلمة of دي فانت معاك طريقتين تحل بيهم السؤال معاك طريقتين تحل بيهم السؤال half of اول طريقة انا بحبها ان انا اقولك حول لي of دي المالتبلاي بالمنظر ده half of six معناها half multiplied by six or six multiplied by half تمام half of of d معناها multiply على طول متفقين يبقى six multiplied by half or half multiplied by six مش فارق معاي طبعا الكلام ده equal هنبدأ نعمل لها simplify وهي في مكانها انا عندي six في النيوميريتور two في الديناميريتور يعني عندي common factor between six والtwo اللي هو two هبدأ اعمل divided by two two divided by two equals one six divided by two equals three بعد كده three multiplied by one equals three تمام يا اما لما يقول لك half of six هتقول لي six divided by two هتاخد six divided by النمبر اللي في النيوميريتور قدامك six divided by two طبعا six divided by two equals three يبقى كلمة half دي لما تشوفها انت معاك طريقتين تحلي بيهم معاك طريقتين تحلي بيهم لما تشوف كلمة of تمام يا اما بالdivide يا اما بالmultibloid متفقين طب يلا ناخد بقى اسئلة ونحل على نفس الفكرة الاول ها معايا one over four of twelve اتفقنا معانا ايه معانا طريقتين اهم والطريقتين هيوصلوك لنفس الناتج متفقين اول طريقة ان انا هاخد one over four multibloid by twelve one over four multibloid by twelve والكلام ده equal of على طول اعملها multibloid لما تشوف one over four one over three وجنبها كلمة of of دي على طول حولها المultibloid متفقين طب يلا one over four multibloid by twelve الكلام ده هتحل ازاي اميس انا عندي twelve في النيميراتور وعندي فورث الدينومياتور بينهم common factor بينهم common factor هعمل symbolify وهي في مكانها هعمل symbolify وهي في مكانها يلا التويلف والفور هم اللي اتنين بيقبلوا الاسم على four divisible by four four divided by four equals one twelve divided by four equals three one multibloid by three equals three خلصت طب الشكل التاني لو انا عايز اكتبها بديفيجن يبقى انا هياخد تويلف ديفايد باي النمبر اللي موجود قدامك في الدينومياتور اللي هو الفور 12 divided by four equals three 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 تمام يلا تاني one over three of twelve معايا اهي تمام يبقى انا معايا الطريقتين بتوعي اول طريقة يا ام اقول one over three oh هتبقى multibloid by twelve one over three multibloid by التويلف والكلام ده equal ميس هوانا لو انا مش عايز اعمل symbol phi وهي في مكانها احلها ازاي مش عايز تعمل symbol phi اه طيب تعالي عند التويلف كده وحطيلي في الدينامياتور بتاعها وان عندك مشكلة مش التويلف هي هي 12 over one خد بالك بقى معلومة دي مهمة كل الهول نمبر اللي في الدنيا كل الهول نمبر اللي في الدنيا عندهم دينامياتور one تمام يعني 12 لوحدها هي هي 12 over one 16 لوحدها هي هي 16 over one كل الهول نمبر اللي في الدنيا ينفع تحطي لها دينامياتور one تمام لان المعلومة دي هتنفعني كتير في حصتي النهارده طيب خلاص حطيت الone ها وانت بتعمل multibloid اللي تو fractions بتعمل multibloid ازاي يميس numerator by numerator denominator by denominator again numerator by numerator denominator by denominator one multibloid by 12 equals 12 over 3 multiplied by one equals 3 وطبعا مش هسبها بالمنظر ده 12 over 3 يعني 12 divided by 3 اللي هي equals 4 تمام طيب الشكل التاني ها لما قولك one over 3 of 12 هتقول لي ايه ها قولك يا ميس هاخد 12 divided by 3 12 divided by 3 والكلام ده equals 4 4 4 same answer طبعا ما فيهاش ايه اختلاف يلا تاني fourth of twenty fourth of twenty fourth يعني ايه يعني one over four of twenty ادي السؤال بتاعك ها قوف twenty طب اف يبقى انا عندي حل من اتنين يا اما قول one over four multiply by twenty اول ما تشوف كلمة اف حولها المultiploy تمام ابدأ اعمل simple five عندي common factor between numerator وال denominator four four divided by four equals one twenty divided by four equals five one by five equals five يا اما وانت بتعملها بالdivision هتقول لي twenty divided by four twenty divided by four والكلام ده equals five check your understanding ها فهمنا اللي احنا قلناه يلا نحل كمان write each of the following using division multiplication تمام half of twelve half of twelve الكلام ده يعني half multiplied by twelve طبعا عندي two وtwelve عندي two في ال denominator وtwelve في ال numerator بينهم coming factor two التولف والتو بيقبلوا الاسم على يلا ابدأ اعمل simple five two divided by two equals one twelve divided by two equals six one multiplied by six equals six طب ده كده ايه ده كده بال multiplication طب وانت بتستخدم division هاخد twelve divided by وهاخد النمبر اللي موجود قدامي في ال denominator هنا divided by two الكلام ده equals six اجي six واجي six يلا تاني one over six of twenty four معي اهي يبقى انا معي one over six multiplied by twenty four ابدأ اعمل simple five six divided by six equals one twenty four divided by six equals four one by four equals four انا كده عملت multiply يلا بت divide هاخد twenty four divided by six twenty four divided by six وكلام ده equals four النحياجي عندك فرو النحياجي عندك four اللي بعده one over five of fifty يبقى one over five of d يبقى multiply على طول fifty هو كلام ده اعمل simple five five divided by five equals one fifty divided by five equals ten طبعا معاك one multiplied by ten equals ten اوكي لان ten جي في النيومريتور انت بتعمل نيومريتور بوي نيومريتور اوكي طب يلا الشكل التاني اعمل لي divide يبقى انا هاخد fifty divided boy fifty divided boy five والكلام equals fifty divided by five equals ten النحياجي عندك ten والنحياجي عندك ten تهيقلي كده الفكرة خلاص ما بقاش فيها اي مشاكل طيب learn number two بقى بيقولك standard algorithm of dividing fractions standard الطريقة الاساسية قبل ما اروح زي ما اتفقت معاك للمودلز يهمني قوي تبقى عارف standard algorithm وعلى فكرة معظم الكلام اللي هتسمعوا مني دلوقتي انت سمعتوا فعلا وانت في grade five عشان كده هي دي البداية المناسبة جدا للحصة بتاعت النهاردة طيب وانت بتعمل divide numbers اللي بتقابلك حاجة من الاربع حالات اللي هتقابلهم دلوقتي يعني انا مجهزة لك اربع حالات او بص one two three four مش هتقابل divide غير بالشكل اللي احنا هنتكلم في دلوقتي ده تمام ركز اول حالة whole number divided by whole number ودوت اللي انت المفروض عارفه وحفظه وبتحله من غير اي مشاكل whole divided by whole يعني لما قلك six divided by two هتقل لي equals هقولك equals three تطيم table three by two equals six six divided by two equals three eight divided by eight equals هقولك one انا حافظ متفقين ده ما عنديش في مشكل بعد كده الشكل التاني بقى whole number divided by fraction whole number divided by fraction زي ما انت شايف كده والشكل التالت fraction divided by whole number والشكل الرابع fraction divided by fraction ركز في اللي هقوله التلات حالات اللي انا هتكلم فيهم دول ظهر فيهم كلمة divide و fraction سواء بقى كلمة fraction جاية قبل divide او بعد divide يعني بص هنا fraction جاية بعد divide هنا fraction جاية قبل ايه divide هنا عندي fraction قبل divide وعندي fraction بعد divide الموضوع مدام فيه كلمة divide وفيه كلمة fraction فانت عندك خطوات سبتة بتعملها في كل الكلام اللي انا هقوله ده متفقين طيب الخطوات السبتة دي عبارة عن ايه ركز بقى انا ما ينفعش عندي اصلا كلمة divide وعندي fraction ما ينفعش اصلا اصلا اعمل divide وانا عندي fraction انت بتقولي ايه يا ميسي ركز بس هقولك لما يقولك two divided by one over two ركز كده عشان هما ثلاث حاجات هنعملهم هنسبتهم في كل الكلام دلوقت ها بص كده النمبر الاوليني انا خلاص شايف ان انا عندي فيه fraction في الموضوع هو مسألة divide وفيها fraction طيب النمبر اللي قبل علامة divide نزله لي زي ما هو التون نزلته الدفايد بتتحول لملتبلوية ويدي ملتبلوية النمبر اللي بعد علامة الدفايد بشاقلبه بشاقلبه بقلبه يعني الدينامينيتر بحطه في النيوميريتر والنيوميريتر بنزله في الدينامينيتر خطوات سبتة ها one over two شاقلبها لي هتبقى two over one طبعا one في الدينامينيتر مش فرقة معي ملهاش قيمة والكلام ده ايكل ها بقى معاك ملتبلوية قاعدة الملتبلوية بتقوله انت بتعمل ملتبلوية نيوميريتر باي نيوميريتر ولو عندك دينامينيتر هتعمل دينامينيتر باي دينامينيتر تمام two ملتبلوية باي two equals four لها لازمة تكتبلي over one four over one يعني four هي كده خلصت تاني انا بعمل دلوقتي الموضوع داخل فيه بصة كده وركز هعمل ايه تاني اهو عيد الخطوات النمبر اللي قبل علامة divide نزلهولي زي ما هو السكس هتنزل سكس اهو ماينفعش عامل divide by fraction الدفايد تحولهالي الملتبلوية ملتبلوية اهو تيجي عند الفراكشن شقلبها تيجي عند الفراكشن بتاعتك ايه شقلبها اقلبها بدل خلي الدينامينيتر نيوميريتر والنيوميريتر دينامينيتر يبقى الكلام ده ملتبلوية by three over one والكلام ده equal ها وانت بتعمل ملتبلوية نيوميريتر by نيوميريتر six multiplied by three equals 18 ها محتاج تكتب one في الدينامينيتر مش محتاج 18 over one هي هي 18 وخلص السؤال بتاعك كده يلا تاني فراكشن divided by whole number معايا فراكشن divided by whole number الميس قالت ماينفعش كلمة divide مدام في فراكشن مش حينفع هعمل نفس الكلام بص كده اللي قبل علامة divide نزله لو سمحت انا معايا هوف اهو قبل علامة divide divide حول هالي الملتبلوية المفروض ان اللي بعد علامة divide بشقلبه طب انا ما عنديش هنا حاجة في الدينامينيتر لا احنا اتفقنا ان كل الهول numbers اللي في الدنيا عندهم دينامينيتر one يعني two دي معناها two over one كده ينفع تشكل بقى هتبقى one over two one over two والكلام ده equal واضحة يبقى انا خد الهوف نزلتهم divide عملته multiply two حطت لها denominator one وشكل ابته بقت one over two القاعدة بتقوله انت بتعمل multiply fraction numerator by numerator denominator by denominator one multiplied by one equals one over two multiplied by two equals four خلصت يلا كمان one over three divide by six اللي قبل علامة divide هنزله زي ما هو one over three نزل one over three divide هتبقى multiply six عايزة شقلبها عندها denominator ايه one ويبقى six over one لما تشقلبها هتبقى one over six والكلام ده equals numerator by numerator one multiplied by one equals one over three multiplied by six equals eighteen by one over eighteen خلصت طب اخر حالة fraction divided by fraction fraction divided by fraction زي ما انتا شايف كده نفس الكلام ها انا معايا three over eight divided by one over four اوكي طيب اللي قبل علامة divide نزلهولي زي ما هو يبقى انا معايا three over eight divide هتخلي هلي multiply معنديش ماينفعش تعمل divide fractions واللي بعد علامة divide هنشقلبه هنطلع الديناميناتر في النيومي ريتر والنيومي ريتر هينزل فين في الدينامي نيتر فبقى عندك four over one والكلام ده equal متفقين حاجة من يتعمل symbol phi وهي في مكانها يتبدأ تعمل multiply النيومي ريتر by numerator والدينامي نيتر by denominator ولما تطلع بالفريكشن هنا او الناتج بتاعك تبدأ تعمله symbol phi انا افضل ان انت تعمل symbol phi وهي في مكانها قبل ما تبدأ تعمل multiply خلي الجدع وتعلم بص كده انا عندي four هنا هوت في النيومي ريتر وعندي eight في الدينامي نيتر بينهم common factor four يبقى انا هعمل divided by four بص كده four divided by four equals one eight divided by four equals two عندك اي common factors تانية ما عنديش يلا النيومي ريتر by numerator three multiplied by one equals three over two multiplied by one equals two والكلام ده equal ما انا مش هسبها له improper fraction واقول انا حلتها اوكي three over two يعني ايه يعني three divided by two الكلام ده equals one whole and one over two one and half انا كده حولتها له الميكس نمبر تمام يلا واحدة كمان معايا one over four divided by two over three زي ما انتو شايفين كده طيب ها الفراكشن الاولانية هتنزل زي ما هي one over four divide هتبقى multiply two over three حشقلبها two over three ايه حشقلبها تمام خد بلك بقى ان كلمة هشقلبها دي هعلمك كلمة جديدة دلوقتي اسمها انك هتجيب reciprocal reciprocal ليها اوكي عشان هنحل الوقت سؤال على كلمة reciprocal لما تسمعها معناها انك بتشقلب بتطلع الديناميناتر في النيوميناتر والنيوميناتر في الديناميناتر متفقين طيب يبقى انا عندي هنا three over two شقلبنا هون والكلام ده equal لما عينك تبص كده تقدر تعمل symbol file اي حاجة لا يمسا انا عندي three في النيوميناتر وعندي four في الديناميناتر مش هينفع وهنا عندي one وهنا عندي two لا مش هينفع ما فيش اي حاجة قدر اعمل لها symbol file خلاص يبقى one multiplied by three equals three over four multiplied by two equals eight طلع لك three over eight وكده خلصنا يبقى وانت بتعمل divide انت معاك اربع حالات مفيش غيرهم اتعلمهم كويس الحالة الاساسية اللي انت حافظ منها time table والكلام ده whole number divided by whole number وده من time table بتعرف توصل للنتج اما الشغل الاساسي بتاعنا في الدرس ده لما تتعلم whole number divided by fraction او fraction يبدألك بالfraction divided by whole number او fraction divided by fraction متفقين؟ نوت ملاحظة اكي بيقولك dividing by a fraction is the same as multiplying by its reciprocal ده اللي احنا كنا بنعمله دلوقتي dividing by fraction قلتلك مش حينفع عشان كده قلتلك هاتلي reciprocal بتاعها واتفقنا الريسيبروكل ده يعني نقلب نقلب الفراكشن اللي بعد علامة divide ونحول للا ملت اللاي متفقين؟ طيب بص كده هو كتب لك اكزامبل في المعاصر هتلاقيه بالمنظر ده زي reciprocal of one over four is شقلبها four over one خلاص وعلى فكرة four over one دي اللي هي equal four ينفع تكتبها له four يهميني على فكرة دي الكلمة الوحيدة الجديدة اللي هتسمعها مني في حصة النهارده reciprocal وكلمة reciprocal يعني لما تشوف fraction تشقلبها تجيب الديناميليتور في النيمريتور وتنزل النيمريتور في الديناميليتور بس كده طب يلا هو هنا بيقول لك نأكد بقى المعلومة right the reciprocal of each of the following يلا لما قول لك eight over nine عايز ايه عايز reciprocal هتبقى nine over eight nine over eight شقلب بس كده طب one over five شقلب يميس هتبقى five over one واللي هيكتبها لي equal five او اللي هيكتب لي five على طول طبعا صح seven ها هشقلبها ازاي يميس السيفن عندها ديناميليتور one يبقى reciprocal بتاعها one over seven كل الهول numbers اللي في الدنيا عندهم ديناميليتور one عشان ممكن ينزلك سؤال زي ده اوكي طيب zero اسمع المعلومة دي السؤال مهم ها لما يقول لك قولي مين هو الريسيبروكل زيرو هتقول له zero has no reciprocal متفقين الزيرو ما عندهاش ما ينفعش زيرو over one وشقلب تبقى one over zero لان one over zero ما لهاش معنى لو روحت كتبت على الالة الحزبة بتاعتك one divided by zero ما لهاش هيعمل لك error هيعمل لك mass error تمام ف zero has no reciprocal متفقين طيب one يميس الone عندها ديناميليتور one ولم هاجي اعمل اشقلب هيبقى one over one اللي هو هيفضل ايه one تمام الone هيفضل one itself كلمة جديدة مهمة reciprocal اكي عرفنيها بس بنشاء الديناميليتور بنطلعه في النيوميليتور والنيوميليتور بننزله في الديناميليتور تمام طيب نحل بقى كتير على اللي احنا ايه عرفنيه يعني انا هنا مثلا معاك example number four bg26 في المواصر ان شاء الله لما هتجيبه هتلاقي example ده بنفس الصفحة بتاعته بنفس النمبر ده اوكي طيب هو هنا بيقولك by using the standard algorithm find the quotient simplify if possible لو هتعرف تعمل simplify طبعا تعمل simplify خلاص احنا عرفنا القاعدة بتاعتنا standard algorithm وانت بتعمل divide معايا five over seven divided by five over nine الفراكشن الاولانية اللي قبل علامة divide نزلها five over seven divide هتبقى multiply five over nine هتشقلبها هتبقى nine over five تقدر تعمل simplify اوه يا مس انا عندي five في النمبر وfive في الديناميناتر هيمشوا مع بعض مشوا five divided by five equals one وfive divided by five equals one تقدر تعمل simplify تاني لا خلاص one multiplied by nine equals nine over seven multiplied by one equals seven تمام numerator by numerator denominator وعشان انت جدع مش هتسبها له improved fraction هتحولها له الميكسد نامبر nine divided by seven equals one ومعك remainder two over seven وكده خلصت طبعا السؤال ده على بال ما حله هو وتشيك your understanding اللي بعده لو سمحت ما تطلعش من الفيديو غير لما تنقلك كم سؤال برة وتحلهم بأديك تاني ثبت المعلومة اللي عرفتها متفقين طيب انا معي هنا three over four divided by zero point five خد بالك ان السؤال ده هو هو لو انا كتبته احنا متعلمنش decimal diamis خد بالك كده السؤال ده هو هو لو انت كتبته three over four divided by zero point five يعني five over ten كده بيت ايه fraction divided by fraction ده اولا طب three over four هتنزل زي ما هي ايهو five over ten هشقلبها هتبقى ten over five والكلام ده equal تقدر تعمل simple five ايوة طبعا يميس عندي common factor between ten وال five هما اللي اتنين divisible by five five divided by five by one و ten divided by five equals two عندك حاجة تانية تعمل لها simple five او بصي عندي هنا two وعندي هنا four في denominator هعمل simple five هعمل divided by two two divided by two equals one وfour divided by two equals two عندك حاجة تانية تعمل لها simple five لا خلص three multiplied by one equals three over two multiplied by one equals two والكلام ده equal طبعا هي كده improper fraction مش هسابها له كده حولها للميكسد three divided by two equals one معك الى بعده معايا five over nine divided by three طيب يا ميس السري دي معناها three over one كل الهول نمبرز اللي في الدنيا عندهم denominator one متفقين five over nine نزلت زي ما هي هي five over nine divide هتبقى multiple وهاجي هنا واشقلب فهتبقى one over three ما فيش هسلمك كده واجي equal تقدر تعمل simple five تقدر تعمل simple five لامس ما فيش simple five هان طب يلا numerator by numerator denominator by denominator five multiplied by one equals five over nine multiplied by three equals twenty seven five over twenty seven وكده خلصت اخر سؤال معينا بالنسبة للجزء ايه دي six divided by two over three النمبر الاولين اللي قبل علامة divide نزله لي زي ما هو six نزلت six اهو divide هتبقى multiple two over three عشقلبها هتبقى three over two خد بالك ما عنديش مشكلة لو انت حطيتلي في denominator one بالمنظر ده تمام تقدر تعمل simple five اه انا عندي six اهوت في numerator وعندي two في denominator هم الاثنين divisible by two يلا two divided by two equals one six divided by two equals three three multiplied by three equals nine one multiplied by one equals one محتاج تكتبلي over one في denominator وترجع تقوللي nine over one يعني nine مش محتاج يبقى nine على طول لما تلاقي one في denominator انت مش محتاج تكتبها المهم ان انت فاهم ان اي whole number في الدنيا عنده denominator one متفقين طيب check your understanding find the reciprocal of each of the following خلاص بقى ما احنا عرفنا كلمة reciprocal دي هنشألب هنشألب اوكي يعني لما يقولك five over six يبقى reciprocal بتاعها six over five لما يقولك ten يبقى reciprocal بتاعها التين دي معناها over one هشألب يبقى one over ten لما يقولك one over eight يبقى reciprocal بتاعها eight over one اللي هو equals eight واتفقنا ان الone reciprocal بتاعها one خلاص الone reciprocal بتاعها one هتشألب هتفضل one find in the simplest form two over five divided by seven over ten طيب two over five هتنزل زي ما هي two over five divide هتبقى seven over ten هشألبها فهتبقى ten over seven ابدأ اعمل symbol five five divided by five equals one ten divided by five equals two تقدر تعمل symbol five تاني لأ خلاص two multiplied by two equals four over one multiplied by seven equals seven تمام لبعده two divided by two over three طيب التو هتنزل زي ما هي وال divide هتبقى multiply وهاجي هنا وهشألب فهتبقى three over two خط بالك ان التو جي معناه over one محتاج تكتبها اكتبها مش محتاج وانت فاهم خلاص ها اعمل symbol five التول في numerator هتمشي مع التول في denominator two divided by two equals one وتو divided by two equals one one multiplied by three equals three مش محتاج اكتب one في ال denominator لان one by one equals one three over one بثري طيب three over four وال divide هتبقى multiply والnine دي معناها nine over one هشألب هتبقى one over nine اعمل symbol five three divided by three equals one وnine divided by three equals three numerator by numerator one multiplied by one equals one over denominator by denominator four multiplied by three equals twelve one over twelve خلصت طب three over five of one over three يميس اسهل حاجة انت قلتي لما شوف كلمة of فبداية الحصة قلتلنا نعملها multiply يبقى انا معايا three over five multiplied by one over three يتفقين لما تشوف عشان لما تلاقي fractions كده ما تطلق بقتش بق يبقى لما تشوف كلمة of على طول حولها multiply three over five multiply by one over three كلام ده equal عنجي سري في النوم وعنجي سري في الديناميناتور three divided by three equals one وthree divided by three equals one السري مشيت مع السري يلا numerator by numerator one by one equals one over five multiplied by one equals five طلعلي one over five متفقين طيب الحسة الجاية ان شاء الله هنتقابل في relation between division and multiplication اخر جزئية في الليسن ده عشان نبقى قفلنا كله وبعد كده نروح نقابل المودلز واحنا عارفين نتعامل الاول بالstandard algorithm متفقين متنسوش تدعو لي دعوة حلوة بظهر الغيب وتكتبوا لي تعليق حلوة تشجعوني بي اكمل معاكم لايك وشير يا شباب عشان الكل يستفيد سلام عليكم تشجعوني